أهلا بكل مشاهدينا من جديد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل إنبارح رئيس كاجهستان إمام علي رحمن وانتهب من التباحث حوالين ملف التعاون في المجالات الإقصادية والعلمية والاستثمارية بين البلدين ده غير تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب معنا في السوديو للكلام عن الزيارة الأستاذ جمال رائف الباحث والمحلل السياسي أهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير عليكم صباح الخير على حضرتكم وسعيد جدا لنا معاكم وصباح الخير على كل سادة مشاهدين احنا بقى عايزين نعرف شكل العلاقات المصرية يعني التاجكستانية لأنها كلمة يعني مش متعاودين جدا على المصطلحات عايزين نعرف بقى تاريخ العلاقات بين البلدين وشكل العلاقات بين مصر وتاجكستان يعني قبل ما نروح للنقطة الحالك بتقولي عليها لازم نأكد أن مصر دبلوماسية تم مفاتحها وبصلة السياسة الخارجية المصرية متزنة في الحقيقة ويمكن هذه الزيارة بتعبر عن هذه النقطة أن مصر بتتحرك في كافة الدوائر الخارجية بشكل عادل ومتزن وده في الحقيقة صعب وكان غير موجود في السابق يعني مصر لها علاقات في القرار الأفريقية متميزة في أسيا سواء كان شرق أسيا وسط أسيا بنتكلم أيضا على الجانب الأوروبي الجانب الغربي الجانب الشرقي وإذن هذا التنوع بيعطي دخم كبير جدا لأيضا المصالح المصرية التي بتعود على الداخل المصر عشان كده بنجد دائما استثمارات من شركات أجنبية بتأتي إلى الداخل المصري بنجد حتى هذه الزيارات الآن بتترجم من خلال منتدايات الأعمال والمجالس الاقتصادية والمجالس أو اللجان الوزارية لأرقام واقتصاد يقدم الواقع المصري في الحقيقة أن مصر اهتمت منذ عام 2014 بالدائرة الأسيوية وبوسط أسيا وهذا في الحقيقة جديد على الدبلوماسية المصرية لم تكن مصر من قبل تهتم هذا الاهتمام بوسط أسيا عشان كده وجدنا السيد الرئيس لزيارتين في وسط أسيا مهمين جدا زيارة الأولنية كانت لأوزباكستان وزيارة الثانية كانت لكازاخستان وأعتقد أن دي أولى زيارات يقوم بها رئيس مصري لهذه النقاط طبعا دي كانت ضمن جوالات أسيوية قام بها السيد الرئيس في عام 2016 و2018 زيارة الرئيس دولة تاجكستان اليوم إلى القاهرة بتؤكد هذا الاهتمام وبتؤكد هذا المعنى أن مصر بتعز علاقاتها بهذا النطاق الجغرافي وهنا بقى بنجد أن أيضا علاقات هنا متميزة طبعا هناك فيه بعد تاريخي مهم جدا من أولى الدول التي اعترفت طبعا بدولة تاجكستان وحتى 30 عام على احتفال باستقلال أو يعني بإعلان تاجكستان كدولة وهناك علاقات متبادلة وكان هناك فيه لجنة وزرية بالفعل انعقدت فيه عام 2019 ما بين الدولتين وتم توقيع أربع اتفاقيات منهم اتفاقيات لها علاقة بالبعد الثقافي لأنها حاضر بقوة في هذه الزيارة ويمكن السيد الرئيس أكد على نقطة مهمة جدا وهي محاربة الإرهاب ولما نربطها به توقيع الاتفاقيات هنلاقي أن هناك اتفاقيات لها بعد ثقافي إذن هنا مصر بتطبق تجربتها فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف مصر لم تعتمد فقط على المجابهة المسلحة ولكن أيضا الثقافة والفنون والقوة النعيمة كأحد وأدوات مجابهة الفكر المتطرف وطبعا تاجكستان عانت ويلات الإرهاب نتكلم على دولة هي ملاصقة لأفغانستان هي طاجكستان كانت من أعضاء الاتحاد السوفيتي ونالت استقلالها من 30 سنة منذ نهار الاتحاد السوفيتي سنة 1991 بالضبط كانت طبعا أحدى دول الاتحاد السوفيتي واستقلت وبدأت تنمي من مواردها طبعا هي دولة حبيسة ولكن لديها موارد مائية كثيرة جدا عشان كده حتى رأينا على الأجندة المصرية التاجكستانية فكرة تعزيز التعاون في مجالات الري والموارد المائية وهنا مصر لها تجربة مميزة جدا ومش تجربة محلية نعم هناك تجربة محلية لها علاقة طبعا كلنا شوفنا محطات الصرف واعدة استخدام المياه وحتى في الزراعة الآن الصهوب الزراعية وأسليب الرأي الحديثة وطبطين الترع وغيرها من الأمور وطبعا كان مشروع العامي يمكن اللي هو مصرف بحر البقر يمكن خد عالميا يعني من البنك الدولي إنه هو خد مشروع القرن بالنسبة للبيئة بزبط يعني عام 2021 بزبط هذا كمان أو هذه التجربة في المياه وترشيد المياه والاستخدام الأمثل للمياه امتدت إقليمية نحن الآن بنعمل سد جوليس نيريري في تنزانيا بنعمل مشروعات عملاقة لأري في جنوب السودان وغيرها من النقاط الجغرافية في أقارة الأفريقية أيضا تجريستان بتعزز من فكرة استخدام المياه وترشيد استخدام المياه وتعزيز قدراتها في استخدام المياه وبتنتج في الحقيقة جزء كبير جدا من طاقتها الكهربائية من الطاقة الكهرمائية وبالتالي هنا تبادل الخبرات مهم جدا لأن أيضا تجريستان تحتاج الخبرات في مجالات الزراعة ومصر الآن أنا أعتقد أنها أصبحت رائدة في الزراعة الحديثة كلنا شفنا المشاريع سواء الدلتة الجديدة سواء الصوب الزراعية المليون نصف الدان ومستخدام وسائل الرأي الحديثة والميكان الزراية نعم يعني هناك العديد من أوجه الحداثة في الزراعة المصرية بالضبط إذن هناك تجربة مصرية يمكن الاستفادة منها ونقل خبراتها إلى الأصدقاء في تجريستان أيضا أنا أعتقد مجالات التعدين وهنا بنجد أن طبعا برضو لأستاذ المشاهدين تجريستان أحد الدول المهمة جدا في مجال التعدين نتكلم على واحدة من الدول الرائدة في صناعة الألمونيوم ولديها طبعا مناجم عظيمة لألفضة وغيرها من المعادن ومصر أيضا الآن لديها طفرة كبيرة جدا في هذا المجال حتى رأينا على الصعيد التشريعي هناك الآن تشريعات جديدة في مجال المحاجر والتعدين وغيرها من الأمور إذن أيضا تبادل الخبرات في هذا الأمر في غاية الأهمية إذن من الكلام على ثلاث محاور كانت مهمة جدا ويعني وجدت في حتى مؤتمر الصحفي بين القيادات السياسية وهي العلاقات على مستوى الثقافي وأنا أعتقد أن المستوى الثقافي هنا بيمتد لمجابات الفكر المتطرف ومحاربة الإرهاب وأيضا مجال التعدين والري وطبعا غيرها من المجالات التقليدية بقى زي المجالات التبادل التجاري التعاون التجاري أعتقد أن في الفترة القادمة يعني من المفترض أن يحصل نوع من أنواع الانتعاشة في التبادل التجاري والاقتصادي بيننا وبين ترجاكستان كمان يعني هي شديدة القرب من أماكن استيراد القمح إحنا بقى عندنا طفرة كبيرة في زراعة القمح لكن مازال عندنا الحاجة لاستيراد القمح وده اللي اتخذته الدولة المصرية في الفترة الأخيرة إنها غيرت أو عددت الأماكن اللي بيتم استيراد القمح منها بحيث أنها ما تبقاش معتمدة على مكان واحد خصوصا في الأزمة الأخيرة أكيد الحراج بتقولي مهمة جدا وده بيترجم لماذا مصر تنوع علاقاتها الدبلوماسية لماذا هذا الانفتاح الدبلوماسي على كافة دول وأقتاب العالم أجمع وده في الحقيقة اتزان سياسي صعب جدا ولكن القيادة السياسية المصرية والدبلوماسية المصرية استطاعت أن تحققوا بنجاح عشان كده المواطن المصر حينما يتساءل لماذا هذا الزخم في علاقات مصر الخارجية لماذا هناك دائما جوالات للسيد الرئيس في الخارج لماذا الخارجية المصرية بتعمل بهذه الكثافة لتحزيز علاقات مصر الخارجية لأن العالم الآن لم يعد منفصلا عن بعضه البعض ما يحدث في أوكرانيا جميع العالم يتأثر به ما يحدث في أفريقيا يعني هناك الآن تأثر وتباينات في المواقف والعلاقات بتؤثر على بعضها البعض وبالتالي مصر استطاعت أن تحقق توازن سياسي مهم جدا وبانفتاحها أصبحت تأثيراتها حتى بعواقب المخاطر الدولية ليه زي ما حريك بتقولي آه عندنا الوقت في مشكلة في القمح مثلا عشان طبعا الأكبر مصدرين هم لا إلى الآن الحمد لله ربنا دي من نعمة ما عندناش مشكلة لكن هل نتكلم أنه نحن وارد في أي وقت من الأوقات قد نتعرض لحاجة وعلشان كده حصل إجراءات استباقية طبعا لا احنا ما عندناش مشكلة طبعا نحن نتكلم على مشروعات للصحاب الزراعية تم إنشاءها خلال الفترة الماضية أنقذت مصر من الحمد لله الوقوع في هذه الأزمات ولكن أنا أتكلم عن العالم كله في ترقب من حيما يتعلق به أرقب أي تأثير أو أي أزمة تحتس في أي مكان بتأثر عالميا يعني مش بتبقى في المجال أو في الإقليم بتاعها بس بالضبط ولكن مصر هنا عندها بدائل عندها علاقات جيدة مع كافة الدول وبالتالي تستطيع من خلال هذه العلاقات الجيدة مع كافة الدول المنتجة للقمح أن تجد البدائل السريعة والمنجزة وتحقق احتياجات السوق ومن ثم هنا إجابة على فكرة أن العلاقات الدبلوماسية المصرية دائما بتخدم الداخل المصري أنا أعتقد أن بعد عام 2014 أصبحت الدبلوماسية المصرية دبلوماسية بتحقق المصالح للداخل المصري في المقام الأول وده لأنها حافظت على ثوابت راسخة من ضمنها طبعا إيجاد حلول السياسية للمشاكل الدولية دفع الحلول السياسية عدم تدخل في شؤون الدول وغيرها من الثوابت المصرية عشان كده بناجد حتى في مشاورات السيد الرئيس مع رئيس تاجكستان أو حتى مع أي من القادة الدوليين بنجد حديث عن القضايا الدولية ونجد أيضا الرؤية المصرية ثابتة دعم الاستقرار في القضايا الإقليمية والدولية عشان كده أيضا قضايا أفغانستان كانت موجودة وأعتقد أن مصر بتدعم الاستقرار أيضا وإيجاد مسارات سياسية تخفف من تأجيج الصراع داخل أفغانستان وأيضا الأزمة الأوكرانية كانت أيضا موجودة أنها أزمة بتشغل بالجميع هذه الأزمة التي في الحقيقة لها تأثيرات اقتصادية وأمنية أيضا لأن أوكرانيا وروسيا وتدخل أيضا الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية إذن نتحدث عن كافة الدول تقريبا الكبرى مشتركة في هذا الصراع الدولي القائم الآن وبتالي هي مشكلة أيضا بناجدها حاضرة هناك نقطة أخرى لها علاقة طبعا باستضافة مصر لكوب 27 ونجد دايما الملف ده حاضر على أجندة السيد الرئيس مع كافة القادة الدوليين والأقليميين عشان كده أيضا وجدناه حاضرا في القمة وطبعا كان هناك مبادرات من تشغلستان فيما يتعلق أيضا بالطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر ومصر سمنت هذه الاتفاقيات وهنا نقطة مهمة جدا أن مصر تحاول طوال الوقت منذ إعلان رأستها لكوب 27 المؤتمر الأممي الخاص بالتغيرات المناخية حتى نعقاد القمة أنها تتشاور بالتحديد طبعا تتشاور مع الدول الكبيرة والشركاء الدوليين وكل حاجة ولكن الدول الأفريقية والدول النامية بالتحديد والدول العربية لأنها تريد أن تبلو الرؤية عربية أفريقية خاصة بالدول النامية لتحقيق العدالة فيما يتعلق به تحمل تبعات التغيرات المناخية لأن هذه الدول لا يمكن أن تظلم لأن الدول الصناعية الكبيرة حققت تفارات اقتصادية كبيرة جدا ولكن الدول النامية ما زالت في طريقة لتحقيق التنمية المستدامة فما ينفعش دلوقتي أقول فيلهم مصانع بطلوا تنمية عشان التغيرات المناخية لا يجب على الدول الكبرى أن تساعد هذه الدول النامية والدول الأفريقية والدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة عشان كده بنجد هناك حرص من القيادة السياسية المصرية لإيجاد رؤية من خلال التباحث مع كافة الدول النامية والصعيدة والدول الأفريقية والعربية في ما يتعلق بالتغيرات المناخية وطبعا استضافة مصر لكوب 27 وأعتقد أن مصر حشتت جهود هذه الدول لدعمها في ما يتعلق بهذا الأمر نعم ويمكن أكمل على كلام حضرتك يا أستاذ جمال أننا في تصريح من الحكومة المصرية نحن عايزين نعدي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ في هذه القمة بإذن الله إن شاء الله ربنا يكتب لها النجاح يعني قبل ما نختم مع حضرتك نقدر نقول أن هذه الزيارة التي قام بها الرئيس التاجيكي إلى مصر زيارة هامة ومفيدة لدعم العلاقات بين البلدين قدما إلى الأمام بالتأكيد هي زيارة بتفتح أفاق جديدة للتعاون وبتدفع العلاقات الثنائية إلى مجالات أرحب وده وجدنا بالفعل حتى في المنتدى الذي استضافته هيئة الاستثمار وجدنا أفاق جديدة هناك 11 مذكرة تم توقعها خلال هذا المنتدى ومجالات جديدة زي صناعة الأدوية زي حتى ما يتعلق به الصناعات المختلفة وطبعا الزراعة ومجالات جديدة على التعاون المصري التاجيكي وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الزيارة بالفعل سوف تدفع العلاقات قدما خصوصا أن هناك الآن توافر إرادة سياسية من القيادات السياسية لدعم هذه العلاقات وتطويرها ودفعها إلى أفاق أرحب الحياة نحن بنشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء الأستاذ جمال رائف الباحث والكاتب السياسي شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الخير شكرا لحضرتكم وصباح الخير وشكرا لكل سيدة مشاهدي